بسم الله الرحمن الرحيم سنخصص هذا الفيديو لنبين للطلاب كيفية استخدام منصة الكود فورسز ونتكلم كذلك عن Online Judges وفي البداية سنعطي تعريف لل Online Judges يعني لو أي شخص يريد أن يتعلم البرمجة أو يحترف كتابة الأكواد لحل المسائل والمشاركة في مسابقات البرمجة أو حابب يقوي من حضوضه بالفوز بفرص عمل في الشركات الكبرى يجب عليه التمرن باستمرار وابتكار وكتابة خوارزميات جديدة باستعمال لغات برمجة مختلفة السؤال إذن هو كيف وأين يمكن التمرن لاحتراف البرمجة Online Judges هم الحل فهناك مواقع تنظم العديد من المسابقات في البرمجة وتقترح آلاف المسائل لحلها عن طريق كتابة أكواد باستعمال العديد من لغات البرمجة ومن هنا يمكن لأي شخص التسجيل في هذه المواقع ويرسل حل لمسألة معينة ونتأكد من أن الحل صحيح أو غلط Online Judges يعمل Run للكود اللي أرسلته ويدخل Many Tests يعني Many Inputs ويتأكد في كل مرة من أن الكود يعطي النتيجة الصحيحة يعني الأوتبوت الصحيح يعني في الأخير لا نحتاج لأي شخص من أجل أن يعطيك مسألة معينة لحلها أو ليتثبت من الكود الذي كتبته فهي تصبح مهمة Online Judge الذي يمكن استعمالها في أي وقت ومن أي مكان نمر الآن للتكلم عن موقع Code Forces يعني Code Forces هو النوع من أنواع Online Judges يعني Code Forces هو Online Judge في مسابقات تنظم كل أسبوع تقريباً وفي كذلك آلاف المساء التي يمكن حلها لتتحسن في البرمجة الآن كيف نعمل Registration على موقع Code Forces أول شيء هون ندخل على موقع Code Forces .com وحتم تفتح يعني المين بيج اللي أمامكم هذه وهون في الأعلى في Register يعني هون تختار Register وبعدين تدخل البيانات الخاصة بك يعني هون تختار Code Forces Handle تختار الإيميل وتختار Password وبعدين لما تعمل Register Code Forces سيرسلك confirmation إيميل فيه Activation Link لما تضغط على الإيميل كذلك خلاص الأكاونت متاعك يصبح Activated وتقدر تبدأ بحل المسائل الآن بعد ما عملنا Register لازم نروح على Enter ثم نروح على المسائل أنا عندي أكاونت متاعي يعني نقدر نستعمله سوف تفتح الصفحة هذه بحلية الصفحة خاصة بك يعني هوني مثلا في البروفايل تبعك تقدر تختار صورتك تقدر تختار يعني عديد الأشياء الأخرى لو روح Settings هون والSocial يعني يمكن تختار First Name تختار Last Name First Name بالNative Language يعني بالعربية والLast Name نفس الشيء Birth Date وهوني شيء مهم يجب أن تختاروه اللي هو Country City Organization يعني هوني ساودي عربية City مثلا بالنسبة لحالتنا احنا جامعة ملك خالد أبهى والOrganization هي King Khaled University يعني حاولوا تستعملوا نفس الاسم ليش المعلومة هذي مهمة عشان في الأخير لو ترجع للبروفايل متاعك هوني ولو تضغطون مثلا على السعودية عربية هتشوف كل المبرمجين اللي يستعملوا Code Forces على مستوى المملكة وتشوف كمان ترتيبهم في المملكة يعني يمكن أنها تكون حافز للك عشان أنت تحصل المراتب الأولى على مستوى المملكة في الـ Code Forces يعني تشوفوا هوني مثلا هذو ما كلهم طلاب ولا طالبات يعني مشاركين في الـ Code Forces ويشتغلوا بصفة منتظمة على Code Forces وفي المسابقات اللي تنظبها اللي نظبها Code Forces وعندهم يعني هوني تشوفوا الـ Rank سكور متاحهم على مستوى العالمي وهوني تشوفوا ترتيبهم على مستوى المملكة الآن بعد ما عملنا الـ Register وعملنا Enter وحدثنا البيانات اللي تخصنا تخص الـ Profile متاعنا الشيء اللي يهمنا اليوم في الفيديو هذا هو الـ Problem Set الـ Problem Set يعني هون تقدروا تشوفوا العدد الكبير كبير جدا من الـ Problems اللي يقترحها الـ Code Forces واللي يمكن لك أنك يعني تحلها في أي وقت وفي أي مكان وباستعمال أي لغة برمجة ماه ولكن كمبتدأ يعني المفروض أنه نبدأ بحل مسائل سهلة ما نروحش دايرك لي على المسائل الصعبة والمعاقدة ماه لهذا السبب نقدر أنه نضغط هون على الـ Green icon هذيه ليش؟ عشان Code Forces يقوم بترتيب المسائل من الأسهل إلى الأصعب يعني مثلا هون الرقم هذا 121540 هو عدد الأشخاص اللي حلوا المسألة هذي يعني أكيد أن المسألة هذي تكون هي أسهل مسألة يعني يمكن أنا نروح للمسألة ونبدأ نقراها ونبدأ نعطي حل للمسألة به وهون تشوفوا كمان نوع المسألة هل هي مسألة في الرياضيات؟ هل هي يعني هل هي هل هي هل هي هل هي يعني أنواع الـ Problems اللي تكلمنا عليهم في فيديو سابق به شو هي المسألة؟ كيف بيكون شكل المسألة؟ تحدثنا كثير عن المسألة وتحدثنا كثير عن حل المسألة ولكن كيف بيكون شكل المسألة؟ به أنا هوني ماشي نختار مسألة معينة اللي هي اسمها Calculating Function هذا كيف بيكون شكل المسألة؟ أول شي في title of the problem هوني Calculating Function وبعدين في الحدود الحدود على مستوى الزمن وحدود على مستوى المساحة يعني time limit per test هو 1 second شو يعني؟ لما تقترح خوير زمية لحل هذا الـ Problem لازم لما نعمل ران للكود الكود في أقصر حالات مايتخطاش 1 second بالنسبة لكل احتمالات الممكنة ونفس الشي في حدود على مستوى المساحة اليوم اللي هي اسمها memory limit per test هوني عندك 256 ميجا بيت تقدر تستعملهم لحل مسألة شو يعني 256 ميجا بيت مثلا انتي لو تكتب كود ويكون عندك variable اسمها x والتيبة متاحة هو int شو يعني int يعني الـ x ونكا محتاجة 4 بيت في الميموري يعني لو بيكون عندك array في مثلا 1000 1000 إنتجرز يعني في الأخير هونيك هيكون عندك 4000 محتاج 4000 بيت وهكذا يعني يمكن أني نحسب مجموعة الميموري اللي هنحتاجها لحل مسألة ويزم مجموعة الميموري ماي مايفوتش لحد الأقصى اليوم 256 هوني بالنسبة لل input والoutput هونيك عندنا standard input و standard output يعني هنستعمل console لإدخال المعلومات ونفس الشي هنستعمل console لتراعة ال result agi هوني فيه problem statement المواقوع ما هو الهدف من المسألة هوني الهدف من المسألة هو احتساب النتيجة الذي تعطيها ف المسألة يكون فيها input ويكون فيها output الوحيد الوحيد هو الان والان يكون between 1 and 10 to the power of 15 وبالنسبة للأوتبوت يكون حساب النتيجة التي تعطيها الفنكشن وكمان لو تلاحظوا في examples مثلا لو كان الانبوت 4 لو كانت الانبوت 4 ماذا يعني؟ في الأخير سنحسب minus 1 plus 2 minus 3 plus 4 بالنتيجة يعطيك الcorresponding output يكون 2 يكون 2 ولو تلاحظوا هنا في الأخير يعني في النوت أعطيكم كيف تبقى احتساب النتيجة لو نذهب للمثال الثاني المثال الثاني الانبوت 5 والاوتبوت 3 كيف تحصلنا على minus 3؟ لأنه بكل بساطة المطلوب هو أنه نحسبه F of 5 والف of 5 هي minus 1 plus 2 minus 3 plus 4 minus 5 النتيجة تكون minus 3 بحث الآن قرينا الproblem فهمنا المطلوب من الproblem عرفنا شنو الانبوت عرفنا شنو الاوتبوت عرفنا شنو هما الحدود على مستوى الزمن والمساحة عندنا examples عندنا some notes في الأخير يعني الآن المطلوب مننا شو هو؟ المطلوب مننا الآن أنه نكتبه code لحل مسألة شو يعني code لحل مسألة؟ يعني لأي عدد n ممكن between 1 and 10 to the power of 15 بعدين شو بيكون الحل؟ شو بيكون النتيجة اللي تعطيها الفنكشن F of n هذا هو الهدف من الproblem باه يعني تقدروا هونيك تفكروا شوية عشان تلقوا الحل تقدروا تعملوا يعني بوز للفيديو وبعدين تكملوا تواصلوا معنا الفيديو عشان تشوفوا كيف بيكون الحل باه هوني يعني إذا كانت أنت ستبرمج بالC++ المرفوض أن تستعمل Integrated Development Environment فيه الـ C++ Compiler يمكن تستعمله مثلا الكود بلوكس ولو بتريد تحل المسألة بالجابا يمكن تستعمل الإكلبس ولكن كمان فيه حل آخر اللي هو استعمال الـ Online Compiler لما نستعمل Online Compiler ما نحتاج كمبيوتر ما نحتاج لابتوب يمكن حتى مش جوال متاعي ندخل لأي Online Compiler ونكتب أي كود ونجرب الكود متاعي هل هو صحيح؟ وإلا خطأ الآن لن أعطيكم مثال متاع Online Compiler اللي هو معروف كثير اللي هو تختار الـ Programming Language اللي انتم محتاجين مثلا يمكن تختار C++ C Python أو أي Programming Language أنت تريد تتقنه وتريد تتعلمه وتريد تتحل به المسألة هذه بالنسبة لنا في الفيديو هذا هنستعمل Java به وهناك لازم نضيف public أو شيء به وبعدين نذهب لكتابة الكود يعني هون نرجع المسألة المطلوب ماذا هو الـ Input يكون N والـ Output يكون هو F of N نحاول أن نطلب الكود مع بعض أول شيء نحن نحتاجين للـ Answer النتيجة هي F of N النتيجة مثلا يكون الـ Answer وتكون initialized with 0 وبعدين عدنا sign مرة minus مرة plus يختلف نستعمل variable نسميها نفس الشيء sign وتكون initialized with minus 1 ليش عشان أول شيء نعمل ونبدأ بال- وبعدين محتاجين For int i equal 1 i less than or equal to n int i plus plus 1 plus 1 plus 1 1 plus 1 plus 1 يصبح 1 كيف الحل؟ أني نضربه في المينس 1 يعني 1 يصبح 1 1 يعني مرة 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 اثنين حسب البرولم statement يعني لو الانبوت اربعة الاوتبوت تكون اثنين ولو الانبوت خمسة الاوتبوت تكون باينس ثري هنتأكد احنا نعمل run compilation فيه error سوري ننسينا هون يعني ما عملش ما عمناش declaration للان يعني المفروض انه اول شي نبدأ بيه نعمله int n ومبعدين يكون كمان فيه كل ال class scanner system.n هوني كنت تعرفوا السبب ليش لادخال المعلومات من الكنسول والان شو بتكون بتكون هي equal in.next int توريد ان انتجر بح نعود الان نعمل run للبروغرام متاعي compilation بح ننحي public وبعض ننظيفها public مش مشكلة compilation ومبعدين ننتظر هو الان يتأكد نتأكد صح تعدى run والأوتبوت هناك هي اثنين يعني في الأخير هنا ما عندي عندي ال input for والcorresponding output هي 2 يعني هوني المفروض انه الحل صح نزيد نتأكد نعطي عدد اغد خمسة مثلا نعمل المثل العادة compilation وران هوني النتجة هي مينة ثري يعني المفروض الآن حسب ال problem statement وحسب ال input والأوتبوت اللي موجودين as an example في ال problem statement احنا الحل متاعنا صحيح هنتأكد كيف نتأكد الحل متاعنا صحيح ولا نعمل copy ال program والروح هون في ال problem الفوق في هوني submit نضغط على submit نختار ال problem اللي هو calculating function نختار ال programming language اللي نريد نستعمله ونعمل paste به هوني في full public وبعد نعمل submit شو يعني submit يعني هنرسل الكود متاعي لل online judge وال online judge الآن هو هيتأكد من أنه الكود صحيح ولا غلط نعمل submit شوفوا هون شوفوا هوني في كثير من الأشخاص الآن قاعدين يتمرنوا في نفس الوقت به هوني ننتظر في النتيجة اللي مش نتحصل عليها يعني هوني تخطى test 1 تخطى test 2 وهو الآن في test 3 يعني على أساس أنه في ال problem statement في إلا 2 test ولكن هذوك هذوك يعني examples ولكن في many hidden tests في many hidden cases اللي هما judges يعني اختارهم من الأول ولكن انت يعني المفروض أنك ما تعرفمش بهون الإجابة التي تحصلنا عليها هي time limit exceeded ما يعني time limit exceeded احنا قلنا اللي هون في ال problem في يعني عندنا هوني الزمن محدد يعني هو 1 second ما نقدرش يعني النتيجة اللي نعطيها تطلب أكثر من 1 second to solve this problem نعود الروح لل submission اللي عملتها هون هذا هو الكود تعملوا هوني click to see test details شوفوا بالنسبة لل first test اللي هو ال input for participants output هو 2 والduris answer هو 2 يعني إجابة صحيحة بالنسبة لل second test ال input هو 5 ال output اللي يعطيناها احنا يعني هو minus 3 وال output اللي مفروض يكون هو minus 3 إجابة صحيحة أما هوني بالنسبة لل example 3 تشوفوا هوني ال input هي كبيرة جدا وال participant output تكون الإجابة متاع وغلطة و time limit exceeded ما يعني time limit exceeded يعني فتنة حدود الزمنية فتنة 1 second والسبب حسب رأيكم يعود لشنو هوني يعود لكل بساطة لنوعية ال input اللي هي N شوفوا هوني هوني ال N يعني هي موجودة بين ال 1 وال 10 to the power of 15 يعني تخيلوا مثلا لو الان فيها 10 to the power of 15 و احنا ال program اللي كتبناه في for loop يعني يعني تخيلوا هوني احنا تقريبا نعرفوا اللي اي كمبيوتر تقريبا يعني ال personal computer اللي نستعملوهم محتاجين يعني يقوموا 10 to the power of 8 operations per second تقريبا يعني في هذه الحالة لو الان هي 10 to the power of 15 يعني في الاخير انا محتاج 10 to the power of 7 seconds to solve this problem تخيلوا انتي يعني 10 to the power of 7 يعني كم بيكون الرقم هذا يكون 10 مليون تقريبا يعني 10 مليون ثانية لحل مثلا اذا في الحالة هذه الحل اللي اقترحناه هو غلط يعني المفروض ان ما كناش نستعمل for loop كيف بيكون الحل هوني يعني لازم نفكر بعمق اكثر الحقيقة يعني هذا هو المهم من problem solving هو التفكير بعمق وتفكير نقدي عشان نقدر نلقى الحل اللي يشتغل ضمن الحدود الزمنية و حدود المساحة الموضوعين في ال problem هوني لو نشوف لو نغير الترتيب الارقام لو نعمل two minus one plus four minus three يعني هنشوف انه difference between two consecutive integers هو one هوني ديما اثنين ناقص واحد هي واحد اربع ناقص ثلاثة هي واحد ستة ناقص خمسة هي واحد يعني في الاخير هوني الحل هيكون الان اذا كان الان اود يعني الحل هيكون ونقص ناقص 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 وبعد ذلك الغضاء الغضاء ناضح نغير هنالحل الذي يصبح بكرة بمساطة نترك ناقص الان %2 equal 0 يعني إذا كان الآن هو even number الأنصر في الحالة هذه شو بيكون يكون n divided by 2 else لو الآن كان odd number في الحالة هذه الأنصر يكون n minus 1 divided by 2 minus n و في الأخير نعمل طباعها للن به نعمل check نتأكد نختاره input مثلا هنا input نختاره for نعمل run للprogram و هنا نقص و هنا نقص assignment operator equal نعود و نعمل run للprogram ننتظر النتيجة لحالة و نعطيها الـ online compiler ما فيش ولا غلط في كتابة الكود الـ output هو 2 يعني صحيح نتأكد example آخر 5 نعمل ران و ننتظر حتى الـ online compiler يحسبنا الـ output المفروض هنا أنها تكون minus minus 3 حسب example اللي موجود في الـ problem و هنا ما ينسى ثري يعني نقوله احنا الإجابة ان شاء الله ستكون صحيحة نعود نفس الشي نعمل copy و نروح لـ problem و نمشي لـ submit code و نختار هنا paste نضيف public نعمل submit مرة أخرى نشوف الآن هل تخطيت test 3 test 1 الآن test 2 test 1 صحيح test 2 تخطينا تخطينا test 3 ولكن في الآن نوع آخر من الغلط يعني ما هو time limit exceeded ولكن run time error نروح نشوف submission هون الكود ننزل لي تحت هذا هو example example لما الآن كبيرة يعني هوني في الأخير لما الآن تكون كبيرة f of n هيكون عدد كبير شو يعني عدد كبير يعني يتخطى الحد الأقصى متاع الأكبر عدد في الانتجر يعني هوني المفروض أنه الآن بما أنه هي between 1 and 10 to the power of 15 والآن هي انتجر يعني هوني متقدرستكون انتجر ليش عشان أكبر عدد في الانتجر هو تقريباً 10 to the power of 9 يعني هوني احنا محتاجين نمر data type أكبر نستعمل for example long لو نغير هوني long ونفس الشيء الانسر يكون long ونتأكد من حتى example بس عشان نتأكد ما فيش غلط في الكود نحن هون الانبوت هي خمسة والأوتبوت هي نيكة اللي هنتحصل عليها running الأوتبوت هي ماينس 3 خلص نقدر نعمل copy paste والآن نعود نفس الشيء submit code ونعمل paste هون نضغط هوني نشوفه هالحل اللي يرسلناه الآن صحيح ولا غلط بح اتعدى يعني وصلتوا للتاست كيز ريتو كان فيه من تاست كيز يعني فيه عدد كبير من تاست كيز وتحصلنا على accepted وهكذا كل مرة والأكيد والأكيد هوني أنه يعني الشغل هو ما هو شغل سهل هو شغل يتطلب يعني صبر هو شغل يتطلب تمرن بصفة كبيرة ولكن في الأخير إن شاء الله يعني حتقدروا يعني تتعلبوا البرمجة التنفسية وحتقدروا تشاركوا وتتميزوا في أهم مسابقات البرمجة التنفسية على مستوى الجامعة ولا على مستوى المملكة ولا حتى إن شاء الله على مستوى عالمي يعني في الأخير لما تحل المسألة هتصبح متحمس أكثر فأكثر لتحل مسألة ثانية ولما تحل مسألة ثانية هتصبح متحمس كمان لتحل مسألة ثالثة وهكذا كل مرة حتى تصبح مسألة تحدي مع نفسك وأمام الآخرين خاطر رح نرينا يعني في الأخير هوني في الكود فورسز في البروفيل يعني يكون عندك رانكينج على مستوى الجامعة يكون عندك رانكينج على مستوى المملكة يكون عندك رانكينج حتى على ترتيب على مستوى عالمي يعني هذي يكون حافز لك عشان تحسن من ترتيبك وتحسن من مهارتك به وهوني يعني تجد نفسك في الأخير دخلت في طريق كل مرة تخطو خطوة جديدة بتعلمك خوارزمية وتتسركشر جديدة وهكذا ومع العمل الجدي إن شاء الله تسجد نفسك أفضل بكثير حتى تحترف البرمجة والآن إن شاء الله ما بقى لي لأن أتمنى لكم التوفيق وأن تبدأ وإن شاء الله في حال أول مسألة وأول غيث قطرة